اشتركوا في القناة من الأوضاع الشاذة أو الأوضاع المرصودة في العراق الأوضاع الشاذة المرصودة في العراق هو قضية المحتوى الهابط الذي كثر الحديث عنها والذي أطلقتها هذه السلطة في فترة تعرف أنها غايتها منها يتغطي على أحداث كثيرة وإشغال الناس في مواضيع أخرى وغايتها أيضا تقييد الناس ومنعهم من الحديث عن هذا الوضع بإسكاة الناس عموما وما دام الحديث عن المحتوى الهابط ما زال ساخنا فرئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني أيضا أدلى بدلوه هذا الرجل يبدو لا يسكت رغم ما بلغ من عمره ورغم كل سنوات المصيبة التي حلت في العراق وشاهدها بعينه وطلع عليها وكان هو جزء من عده لكن ما زال هو يدافع عن هذه السلطة التي تعطيه ما تعطيه عموما فهذا الرجل هو يعتقد نفسه مفكر وعالم ومن علاقة بعلمه لكن هناك ما يقوله يقول المحتوى الهابط تقف خلفه إسرائيل الله أكبر لماذا؟ يعني هو من يقول لنا المحتوى الهابط تقف خلفه إسرائيل لوش العراقي رح يسئلوك لماذا؟ هل لأنه إسرائيل دولة مقتصبة واستبدادية لا ضمير لا إنسانية ومن يحكموها مجرد صراق ومشوهين ومشوهين نفسيا وعقليا ومجرمين وقتلوا وفاسدين لأنه هكذا؟ لأنه دولة تريد تستحوذ على كل شيء لأنه هكذا إسرائيل؟ فأنت تتهمها بأنها هي منتقد خلفه المحتوى الهابط؟ إذا كان كذلك فماذا عنكم؟ يعني ماذا عن شكل النظام الذي يعكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن؟ ما هذا النظام الذي ينتج جزء من عند رجل؟ بدد من ثروات العراقيين أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار انقتلوا من العراقين أكثر من مليون ونصف عراقي انتهجروا من العراقين أكثر من عشر ملايين عراقي غالبية الكفاءات من الطباء ومهندسين وعلماء وأساتذة الجامعة وطيارين وكل الفئات الفنية وكل العقول الكبيرة هجرت أو قتلت وأنت تعرف ذلك والمغيبين بالسجون مئات الآلاف والذين غيبوا تحت التراب ولا أحد يعرف بهم أنت تعرف ذلك هو مناطق كثيرة السيطرة عليها الميليشيات ولا أحد يستطيع أن يفتح حلقة ويتكلم بكلمة واحدة ومنها جف الصقر وأنت تعرف ذلك وأنت تتحدث لي إذا كان على اغتصاب والفساد والخراب ومشوهين عقليا ونفسيا وتابعين للغير ويريدون ينفذون أجندات فأنت نفس الشيء طيب ليش ما أنت وراء المحتوى الهابط أنتم اللي هي شعة الطائفية وشعة الخراب والدمار أنتم وراء هذا المحتوى الهابط ما هو أي محتوى يحتاج إلى مناخ وبيئة وتربة حتى ينبت بها ويكبر بها وينمو مين هذي يعني مين جاء هذا المناخ والبيئة والتربة مين جاءتين وهذا المناخ والتربة والبيئة اللي نتحدث عنها هي الإطار الحاكم إطار السلطة فأنتوا إطار السلطة أنت كنت رئيس مجلس البرلمان لسنوات وما زلتها تدافع عن هذا النظام وتمجد به وتمجد به إيران يعني فتتهم إسرائيل طيب هو من جاء بكم يعني هو قبل هذا يعني حتى لا تقول غير كلام هو أمريكا لماذا حاربت العراق يعني من هذا يعرفها الصغير والكبير البعيد والقريب يعني من أجل عيون ماذا يعني هي جدت أمريكا عبرت هذا الأطلسي وجابت جنودها من أجل إزالة نظام دكتاتوري تريد تقنعون العالم مالنظمة دكتاتورية مالية الدنيا كلها وثبت بالدليل القاطع وأمريكا اعترفت أنه لاس لحد دمار ولا هم يعرفون هذا لا هي ولا بريطانيا يعرفون هذا طيب ليه جوي ليش عبروا بجنودهم وآلاتهم ومصائبهم وحتلوا ودخلوا وقدموا كل هذه قدموا قتلوا وقدموا تضحيات مالية وخسائر كبيرة ليش من أجل عيون العراقيين ومن أجل أنتو حكمون أنتو من أجل أن يجيبوكم أنتو لو من أجل أن يخربون العراق ويدمرون العراق ومن أجل عيون إسرائيل ما أنتو تعرفوها والإسرائيل وإسرائيل كانت قاعدة أساسية في ضرب العراق وتدمير العراق واحتلال العراق وأنتو تعرفون وثلت أربع مسؤوليكم يزورون إسرائيل ولهم علاقات قوية مع إسرائيل فإسرائيل يسوي لكم معتوهابط لو يسوي لكم معتوهابط لو اشتقف وراء خلفه المحتوى الهابط يعني أنتم كل هذا خرابكم وفسادكم وكل هذا الضيم وكل الفكر الطائفي كل الفكر الشاذ كل هذا المصائب اللي حلت بالعراق لا سياسة عامة ولا سياسة اقتصادية ولا سياسة اجتماعية ولا سياسة تنموية والتعليم في أسوأ حالاته والصحة في أسوأ حالاته والخدمات في أسوأ حالاته وسرقات ومصائب والعراق لا سيادة ولا استقلال وأرض سداح مداح للكل هذا كل هذا لا يقنع أحد وتجي إسرائيل حتى سويكم محتوى هابط هذا ما يسوي محتوى هابط لكن السوية إسرائيل محتوى هابط هو هذا الكلام ما هي إسرائيل هي اللي جابتكم بالتالي هي وأمريكا هي اللي جابتكم ولا هو شنو المطلوب يعني لو هم مطلوب يعني أمريكا جاءت جاءت للعراق لكي تبني العراق وتطور العراق ويزدهر العراق وين وانتا عشرين سنونا وان يازدهارmmm وان فان؟ 60 سنونا من ازدهار العراق من سيء إلى اسوه واطارد congratulations الان تسلل تعهون شنا في نفسك ولأنت اجعل اليوم ، getting rid of an nations وان تقولوا ا wishing thatC hospitalC ai стas best لن أهم لا اجعلها أمر ت town لأن ازد정هم من العراق طرح 20 سنونا وارك'd they don't die وانت تقولواهم يا ربنا 1000 money مليارد والأرض. كلها بالسرقات والنهب. محتوى الهابط لا يمكن أن ينشئ ولا يمكن أن يؤثر إلا في إطار هابط. ومن صنع هذا الإطار؟ صنعت أسرائي اللي صنعته أنتم. وهذا الوضع. يعني قبل ما تحدثون تحدثوا عن الفساد والقتل. شوفوا يعني تحسسوا أنتم ما تحدثون في العراق وبعد ذلك تحدثوا هذا الحديث. وأم أرجع أقول هذه المحاولات الآن هذه الغريبة العجيبة الآن التي تجري بشكل قوي جدا. محاولات تضليل الشعب لن تنفع. ويقولها كل الشعب لن تنفع الآن بعد عشرين سنة لن تنفع محاولات تضليل. لا يمكن أن تخدعون الشعب العراقي. الآن وصلنا إلى مفترق طرق. والشعب في جهة وأنتم في جهة. وهذا التضليل والكذب لا يمكن. يعني ليش وين العراق اللي يتحدثون عنه وين سيادة العراق وإيران متغولة به وتحكمه وميليشيات وتحكم باقتصاده وثرواته. ليس هذا مستوى هابط. ومن المسؤول عنه إسرائيل. هذا الكلام مثل كلام الكلام هادي العامري من يقول إحنا ما خلونا نبني المدون لأنه ما يقبلون. إسرائيل ما تقبل. لأنه إحنا أتباع أتباع علي. لكن من قالوا بلا العراقيين. هم هذا الشعب. أتباع علي. أتباع محمد. أتباع الإسلام. المسلمين قبل كل شيء. وهم اللي يبنوا. وهم اللي يسووا الحضارات. ولماذا لم تقبل المدن أنتو تقولون لا بيها رهاب ولا ليش ما ما قدمت. ومن من منعكم. ومن يجابكم هو أساسا. يعني أمريكا يقول أمريكا تأمرت علينا ما تخلينا نبني. أمريكا اللي جابتكم يد تأمر عليكم. ما هي جابتكم لكي تتأمروا على العراق. لكي تسلموا العراق إلى إيران. لكي تقاتلوا إلى جانب إيران من أجل مصالحها. وتدوسوا على رأس العراق والعراقيين. هذا أقع الحال. الآن أنت تجي تتحكي لي عن المحتوى الهابط وراء إسرائيل. ما لأسف الشديد. وقت هذه الحلقة قد انتهى. أعزائي المشاهدين أترككم بخير. وألتقيكم في حلقة أخرى. لذلك الحين أستودعكم الله. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة